اشتركوا في القناة فيما تشير بعض التقديرات الى تجاوز مرحلة حل الازمة واننا دخلنا اليوم في مرحلة تحول النزاع الى اشكال جديدة منها امتداد هذا الصراع الى دول الجوار دول الجوار ومنها لبنان التي ادت كلمة سر فيها الى تكليف تمام سلام بتشكيل حكومة كلمة سر قيل انها اتت من طهران والرياض معا فيما تواجه العراق اذارا بغداديا تواجه الاردن كما يقول مسؤولوها خطرا كبيرا من اللاجئين السوريين وصل الى اعلان الشمال منطقة منكوبة فيما دولة الاحتلال تراقب المشهد السوري والعربي مع اشتباكات مستمرة على الحدود في الجولان المحتل وتقديم مشافي اليوم لمقاتلين مسلحين يقاتلون ضد الدولة السورية شمالا تركيا التي تستقبل بنشاط مسؤولين امريكيين من اعلى المستويات وتعلن التواصل لاتفاق مع حزب العمال الكردستاني يأتي هذا بعد ان نشرت الباتريوت دائما على حدودها مع السوريا المنطقة تتغير والعالم يتغير دائما من خلال سوريا يقول البعض لكن السوري هو من يدفع الثمن اليوم نستقبل في هذا اللقاء الخاص الاستاذ رفيق نصر الله رئيس المركز الدولي للاعلام ضيفنا مباشرة من بيروت عبر الهاتف اهلا بك استاذ رفيق مرحب خير اهلا وسهلا بك وقبل ان نتحدث عن كل ما ذكرناه في المقدمة وحتى قبل الحديث عن غياب طويل لك عن الاعلام السوري هناك الكثير الان مما يصلون عبر الفيسبوك حول تساؤلات عن هذا الغياب سنبدأ معك بقصة بدأت منذ ساعات علمت بها وعلمنا بها منذ ساعات القصة ان شهيدا اوصى قبل ان يستشهد اوصى بان تترك رتبته واوسمته لرفيق نصر الله الشهيد الرائد الطيار رامي مرشد الذي ارتقى اول امس وجد اهله وصية قال فيها انه يترك رتبته العسكرية وما جمعه وحصل عليه من اوسمة طيدة حياته الى رفيق نصر الله وصل الخبر الى ضيفنا نعلم الان منك استاذ رفيق كيف تلقيت خبرا بهذا الحجم ان شهيدا ضابطا سوريا ترك لك الرتبة والاوسمة يعني دعني اقول لك اول شيء انا مشتاقدة محصول جدا 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 وكما اتمنى الان لو انا فوق قاسيون وارمي بقلبي الى كل شرفة والى كل نافذة والى كل انسان في دمشق التي احب وهي اخر خياراتي بكل صراحة انا من الامس لم انا ولا ادري ماذا اقول ولا ادري ماذا افعل يعني بكيت قليلا عندما تلقيت الخبر وما زلت تعاجز عن ما يمكن ان اقول بس بتحب ان لك شغلي هاكي بلغة دارجة انا بالتسعة وستين كنت بساحة المرجي بزيارة انا اصدقاء ودخلنا على استوديو تصوير ويومها بتذكر ان ارتدات بدلت زابط بكلة نجوم لزابط للجيش السوري لاني كنت احلم ان اكون زابطا في هذا الجيش او في اي جيش عربي ينتمي للقومية العربية ولم يتحقق هذا الحلم لا في بلدي ولا في اي مكان اخر يبدو انه مبارح ربنا ساعدني على ان هذا الحلم عندما تلقيت هذا الخبر وانا كنت بتمنى انا عفوا ان اكون الشهيد لحتى يظل هو شهيد حي ويحلق بسمى سوريا ويمكن كان بتمنى ان الاستشهد نابل جولان او فوق فلسطين كمان اشتهي جميعا بتمنى انه انا الاستشهد مش هو لكن تحقق حلمه بالاستشهاد وهو يدافع عن سورة العربية عن هويته عن نضاله مثل كل الشرفة مثل كل الشهده بالجيش العربي السوري مثل كل الشهده من ابناء الشعب السوري اللي بعده متمسكين بسقف الوطن واللي حيضله يقاتله واللي قريبا قريبا حينتصره رغم كل كل هذه الالام اللي عم اللي تحصل لذلك انا بقلك ايه انا يعني تعبان جدا من هاي المسئولية اللي رماها علي حفيت حال كتير صغير قدام استشهاده قدام يعني ما عارفه انا راني محمد مرشد انا مش عارفه من انا ما بعرفه هويته انا ما بعرفه طقفته انا ما بعرفه مذهبه انا ما بعرفه مسيحي مثل متنه علوي شيعي ضده اسماعيلي ما بعرفه بس كل اللي بعرفه انه انسان عربي سوري شهم بطل فيه شاء من يوسف العطمي فيه شاء من جورجمال وفي شاء من كل الشرفة بها البلد لذلك انا بقلك يعني بتعزب من اللي صار بس يشرفني يعني شرفني شرفني اني باخر عمري انا بهذا العمر انه اخد اخد هادي اللي اعطاني ايها رده واحقق لي ما كنت اطمح فيه وبتمنى استشهد مثله لماذا فعل هذا الشهيد استاذ رفيق يعني شو كان بده يقول ليش لرفيق نصر الله يترك رتبته يمكن هو لانه حسب معرفته انا هلأ من عيلته من اهله كان يتابعني دائما وكان هو مشبول بالغضب بتماما متل اللي انا فيه وكان هو مؤمن بانه نحن لازم نروح على المواجهة للاخر ولا بد من اساس من زمان ان نروح على هذه المواجهة ويمكن بغضب اكتر فبتخيل وحسب معرفته انه كان هو على تواصل معه يعني دائما كان حريص على اللقاءات اللي انا بعمله غيره كم كنت اتمنى لو اعرفه بس بعجب نفسي انه قريبا ان شاء الله بده يتطر روح بكل جوارحي على ضريحه ويمكن هاكي يغسل بماء قلبي ااا هذا الطريح وبشعب وقلو انه سوريا انتصرت انتصرت فيه وانتصرت متل كل الشهده اللي عم يروحه متل كل الاماهات اللي عم تكي ولادة هلأ capture MARC مثل كل الناس اللي عم الحاور هلأ من الجيش السوري ومن الشباب اللي عمالي قادلن وللي بعد حيستشهدون من الابرياللي عمال يروحوا بسياراتブخخ اللي عم sponsor لكن انا واصف جددني سااقض قرب ضريحه وبشارب الانتصار هذا إذا بإضحي أستاذ رفيق نصر الله فسر غيابك عن الإعلام بكثير من التفسيرات فسر بموقف شخصي من قبلك فسر أيضا بموقف من وسائل الإعلام الرسمية السورية ما زالتها الغياب؟ أنا سؤلت كثير ومش أبحب كثير صفوت عالم حسب اللي عرفت أنه البعض تضايق من كلامي عندما قلت أنه لابد من الأجداء البدل العسكري ولابد من حسم الأمور قبل أن تصل المعارك إلى دمشق وتصير تحت وسائدكم في البعض لا أريد أن أصفهم لكنهم يمكن ما عجبهم كيف أنا بخاطر سيادة الرئيس بها وأنه كيف تحكي هيك أو شيء وأنا هذه خناعاتي وما زلت عنده هلأ لو بدك تسألني بللك أنا مع الخيارات الأخرى أنا مع الكثير من الغضب لأنه هذه المعركة هي حلال آخر هي معركة وجود هي معركة هوية هي معركة حاسمة هي سترسم خرائط جديدة أنا مع هذا يمكن هذا الوضع ما عجب البعض هناك بعض المتسلقين هناك بعض اللي لمزالوا للأسف ببعض المواقع وهم لا يرتقون لا إلى مستوى ما يقدمه الشعب السوري ولا إلى مستوى ما يقدمه الجيش السوري ولا إلى ما يحمله الرئيس بشار الأسد ولذلك يمكن حاول البعض بإمكاني الأعلام فأنا كمان أمام كرامتي معك مع عاجيت علما أني بسجل كتير احترامي لمعالي وزير الأعلام اللي اتصل من أول يوم هو وصل فيه على الوزارة وبعض حتى يعني بالإخبارية أو كذا اتصل لحتى أرجاع لكن أنا في شاء لازم يتصلح ما بدي أخذ القصة الشخصية هلأ ما وقتي هلأ يعني فهمت منك أنه هو تغييب اسمح لي بالتلمة وليس غياب يعني لعم ربما حاول البعض التغييب ولكن بعدين حاول البعض يتصلحه بس أنا مرضي بهذا مش بهذا الطريقة تتصلح الور أنا أنتمي إلى سلوب الغضب غير هذا السلوب يعني برجع بلك وقوله بكل صراحة ولي بدي زعلي زعب ايه بعض السلوب لحد الآن بالإعلام وبغير الإعلام ربما لم يرتقي إلى مستوى حجم مواجهة المؤامرة عشان هيك تأخرنا بشي كتيرين لكن الحمد لله أنا بعد شوي حأحكي بالسياسة وغير السياسة نحن نتقدم بانتجاه النصر وملا بعدين القصص الثاني بعدين من الإعلام بس أنا حقيقة حابب أعرف رأيك في أداء الإعلام السوري وهنا يعني لا نستند على قصة عدم ظهورك عبر الإعلام لكن نستند أنك إعلامي أولا الأعلام السوري وكنت تقول بأنه يعني لم يرتقي لمستوى الغضب حسب ما استخدمت الكلمة استاذ رفي بأي معنى كيف يجب أن يقول أنا أنا اللي بقوله بديش هلأ قلتلك زايد من غير شك حصل تطورات ونقلة نوعية وأنا كنت من اللي السهم وبتدريب بعض الزملاء في أول ستة شهر من الأزمة أو سبعة شهر وكان إلي الشرف أني أنا ساهم بهذا الأمر وطبعا حصلت نقلات والوزير الزعبي يعني خيانة عمران عمالي يكون مجتهد بإمكانية إحرار تقدم لكن أنا ما نشايفه بمستوى التضحيات لا فينا نقدر نكون أحسن من هك بكتير وفيك تعمل أداء إعلامي أكتر وبدك جرأة أكتر وبدك انفتاح أكتر وبدك تستفيد من كل التجارب اللي ما رأيت يعني هعطيك مثال مثلا حتى يوم استشهاد الشهيد العظيم والكبير شيخنا البوطي ما هيك التغطي بتكون ما هيك أنت بتوظف هذا الحدث الكبير ما هيك بتحط الكاميرا ما هيك أنت من بعد يعني حتى هلا بالحدث الأحداث الكبيرة عندها التفجيرات يا أخي ما هيك الاستعمال ما بحطت أنا البكائيات ما بحطت الدم فقط وموسيقى موطني وبخلد الشارع بهالطريقة حزين كئيب منكسر لا لازم يكون عندي أدائي ووسائلي ولازم تكون كاميرتي بكل الشوارع لازم ما أحد ياسبقني بالخبر خلاص راحت هذيك الأيام قبل الأحداث إلى جانب استراتيجية الإعلامية اللي لازم تكون موجودة اللي أنا أقدر أقفز فيها على الآخر يقهي نحن ما لعبنا من دور حراس مرمى حتى الآن ما زلنا حراس مرمى نتلقى الضربات ونبرر كيف عم تدخل فينا الضربات لأ صار لازم نحن نصنع الحدث أنا مع أعلام جديد مع ناس جداد مع طريق أداء يطلع هذا الخوف لحتى لأنه في دم صار على الأرض صار فيه هوية صار فيه مصير سوريا على الأرض وهناك الكثير من القدرات ما زلت مؤمن أنه لدى سوريا الكثير والأهم من القدرات الإعلامية اللي قادرة أن هي تكون مميزة على المستوى العربي كمان ولا المستوى الدولي ليش مع مقدرة نظهرها ما بعرفها بصير أستاذ رفيق سياسيا يعني محير من وين بدنا نبلش وشو لازم أسألك؟ نبلش من مجموعة الثماني نبلش من بيان جينيف نبلش من لقاء أوباما بوتين بالشهر القادم المشهد عموما يبدو بنفس الوقت اللي ممكن نتفاعل فيه بقرب حل سياسي بنفس الوقت اللي ممكن نتشاهم فيه بإنور حل الموجود أقول لك مين حنبلش نحن الآن في معركة التسوية قد تطول هذه المعركة وقد لا تكون طويل بطير لكن نحن الآن بالفصل الأخير من المعركة تحب بشر السوريين أن هناك نقلة نوعية وأنا أقول وأنا براد سوريا وأعرف ماذا أقول ومن ومنين سامع وشو عم تابعه صار في نقل نوعية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على الأرض بتعرفها الغرفة السوداء اللي عم بتدير المسلحين وتعرف حجم الضربات اللي تلقتها وتعرف حجم الإصابات اللي أصابتها حب أقول أنه بلش أداء الجيش السوري يكون على الأرض مختلف مع القوى اللي هي عم بتسانده واللي هلأ بلش استحرز تقدم سوف يتضح خلال الأسابيع الثلاثة القادمة بمعطياته ويمتد بمعطيات جديدة على الأرض من الآن حتى حزيرات كل ما استطاع الجيش السوري أن يفرض وقائع جديد على الأرض كل ما سوف تصاب غرفة العمليات التي تدير المعركة ضد سوريا بالخيبة وهلأ أول خيبة جيتنا خلال 10 ديان بالأخضر الإبراهيمي الذي سيكشف وقائع يدين فيها الجامعة العربية وسيتهمها بأنها المتآبرة وسيكشف الكثير يعني كلما كنا أقوياء بالداخل كلما نحن نفرض على طاولة المفاوضات التي قطتهم الوقاع وكلما انهزمنا بالداخل كلما كان البضع بالعكس عشان هكي هلأ القوى الأخرى عم ترجع للتلات المطقخة عم ترجع للضرب للإرباك بالهونات وغيرها ولكنها باتت عاجزة عن كل ما كانت تخططه أنا بحب بشر السوريين الأخبار اللي سمعتوها اليوم عن الأمر كان بأنه يستعدوا بتبديل خطط من أجل تدخل عسكري هي افتراضية بالمطلق لا يمكن أن يكون هناك تدخل عسكري أمريكي أو غربي أبدا ليس فقط لأنه في فيتو روسي ولا في فيتو صيني أنا بحب أقول لهم وما أعرفه وما أعرفه وما أعرفه هناك عشر خطوط حمر تحت كلمة دمشق مبلغة للعواصم ممنوع أن تسقط دمشق وممنوع أن تسقط سوريا لو بده ضل القتال عشر سنين وإذا احتاج الأمر لمليون شهيد ليس فقط من سوريا بل من أنحاء أخرى سوف يتب الأمر لذلك فليطمئن الكل الغرب وغير الغرب سيذهب بعد خليل إلى قناعة بأن الأمر حول على الأرض وهلأ صار القتال ضد القاعدة ضد جبهة النصرة وضد المعطيات التي أدت إليها الانتصارات اللي عم يحقق الجيش السوري ولو بالأنفاس الطويلة ولو بالتضحيات الكبيرة اللي عم يقدمها للشعب السوري لذلك نحن الآن في مرحلة يعني لما تكون في عندك عض أصابع وضرب أكتر هلأ بدنا نتحمل مثل ما تحمل الشعب السوري بالبداية مثل ما تحمل بالأشهر الأولى وبعدها وتحمل التهجير وتحمل الضمار والموت هلأ أكتر بده يتحمل لأنه قرب لح قربت لحظة الإنعطافة نحو إيجاد التسوية إنت إذا أوي هتروح على التسوية أوي إذا مش أوي مش هتروح على التسوية ممكن استاذ رفيق ممكن يكون في محاولات لأساسا عدم العبور في تسوية يعني يجب تجاوز التسوية على الأرض ميدانيا ليس في صالح تركية ولا القطري ولا السعودي أن تكون هناك تسوية لأن الزلزال إذا ضرب بمكان ما بعد ربع ساعة يعمل ارتدادات إذا انتصرت سوريا الارتدادات الكبير جدا والجو سياسي جدا التي ستتم باتجاه الآخر وهي ستنطلق من سوريا إلى الآخر وليس العكس من الآخر إلى سوريا يعني أنا بعرف أنه الشعب السوري هلأ متألم بعرف في شهداء يعني بعرف الوضع الاقتصادي كل ما ضحته لكن يا أيها الشعب السوري الرائع والعظيم أنت ترسم الخرائط إذا انتصرت بألامك سترسم الخرائط الجديد في المنطقة ما بدنا نهون أمام هذا الأمر الذي انتصر بالسنتان على كل العالم بل على كل المجرات بها المؤامر العير المسبوكة التي يمكن من من القرن التاسع عشر وما قبل حتى بحروب الامبراطوريات الكبيرة لم يكن هناك هذا التوافق والتأمر الكبير على دول ما طيب يعني هذه لازم نعرفها عندما تنتصر سوريا بهالسنتان معناته هانت واصبحنا الآن أمام الخيارات قد تكون الأصعب ولكنها الخيارات الأخيرة لذلك بدنا نطمئن للموقف الدولي للموقف الروسي للموقف الصيني للموقف الإيراني للقوة وانا قلته وما زلت مسؤول عن كلامه هناك من الآن يستعد في الشوارع العربي من القوميين ومن الوطنيين ومن الإسلاميين الحقيقيين للتطوع للدفاع عن عروب سوريا ضد المؤامرة وأستطيع أن أقول أن طلاء هذه القوة وصلت إلى سوريا على مسؤوليتي هذا الكلام وصلت إلى سوريا ما هني لعب لعبة بدون يدفعوا ثمنة هلأ انكشفت الحقائق وشفتنا القاعدة عم تعمل يترنح الأوروبي الآن اللي مش عارف شو بدي تعاطى مع الملف السوري عم بالأمريكي ساعة بيقول حل سياسي ساعة بيقول جناب ساعة بيقول بدي أعمل لأن لا استراتيجية لديه اللي هلأ المتصلب على الأرض هي العمليات التي يقوم بها الجيش السوري وهي الصبر اللي بتحلى فيه الشعب السوري والقوة الشريفة الآن بالعالم العربي اللي بدأت تعي اليوم بقلب تونس في حركة مشاندة لسوريا بمصر بكل مكان في حركة لذلك نحنا قلتلك بمعركة التسوي بدنا ننتبه هلأ لكلامنا بدنا نشد الأحباط بدنا نشد البكائيات بدنا نحاول أنه دفعنا خلي الأمور تصل إلى نهايتها ونهايتها بس اسمح ليه يا أستاذ رفيق بعيدا عن البكائيات مثل ما عم تقول لكن في قناعة اليوم أنه التسوية السياسية القادمة واللي بتأكد حتى مصادر من هنا من داخل دمشق مصادر صاحبة قرار أنها قادمة قادمة يعني طالت الأسابيع أم قصرت هل ستخرج سوريا مستقلة القرار السياسي ألن ينتج عن هذه التسوية أزلام خليني هيك أولى أزلام لواشنطن أزلام لباريس يعني ألن ينتج عنها شكل سياسي ليس كما كان لسوريا ولن يعطيها القوة أقليميا كما كانت يعني لم يتركوا دمشق بأكبر ميزاتها وهي استقلال القرار السياسي وأنه يعني واشنطن كانت إلا لا دمشق تك الهدف الأساسي للمؤامرة هو تغييب دور سوريا في البعد الجو سياسي للمنطقة اللي عم ترسم إلى خرائط وأنا ما بدي أحكي هلأ ما في وقت عن حرب الطاقة التي هي الخلفية الأساسية لكل ما يجري على مستوى المنطقة لكن أنا اللي اللي بدي أقوله هلأ بها اللحظات هاي أنت خلال السنتين أثبت على أنك قادر على أنك أنت تمنع تقسيم سوريا على أنك أنت تمنع فرض أي خيار عليك على سوريا اليوم صحيح ممكن أن نروح على التسوية التسوية ستذهب إلى إقامة حوار غير كل اللي شايفهم أنت أمامك على الشاشات وبكرة نذكر بعض شايف كل هذه الكرازايات الكرازايات اللي شكلوها بين الدوحة وبين أععد المقعد وبين مش عارفيت وغيره ستجد بعد فترة عندما يحين موعد التسوية وتفرض سوريا بصمودة الذهاب إلى التسوية ستجد أسماء أخرى هي التي ستكون على طويلة الحوار وبالتالي نحن سنكون أمام سوريا جديدة لكن ليست سوريا التي كان الآخرون يريدونها يعني مش سوريا اللي مثل بدأ قطر ولا مثل ما بدأ إسرائيل سوريا التي ستحاصر المقاومة ولا مثل ما بدأ واشنطن لكن هذا لا يعني أن لا نعترف بأن بأن سوريا لم تصف بجراح لا هي مدمات بالجراح مدمات بالمؤامرة لكن من غير الشك لن ولم يستطع المشروع أن يفرض على سوريا وإلا كنا نحن من أول أربع خمسة شهر المعطى كان مختلف واللي مرق على سوريا أنا طب شو اللي ممكن بعد في غير يستعملوا النووي يمكن شو اللي ممكن يعملوا لحظة أنه عبي هددوا هلا هم اللي بيخشونا من التدخل العسكري على على ضد سوريا وقع حدا يفتكر أن الأمريكان الأمريكان لو كان عارف أنه عنده عملياته بتقدر توصل لأي نتائج ما كان حتى رد على البيتروس وكان عمل من جانب آخر من الخارج لكنه يعرف أن الاشتباك مع سوريا يعني أن الحرب ستفلط من عقالها وإسرائيل ستكون تحت مرمى يعني ضربات جو سياسية كبيرة جدا محضرة لها ليس فقط من سوريا بل من مواقع كثيرة وبالتالي لا أحد يعرف ما هي النتائج التي ستصفر عنها هون الخوف الأمريكي والخوف الإسرائيلي لذلك نحن بمرحلة معركة التسوية بدنا نجتاز هذا النفق وإن كنت وأنا شخصيا ما زلت عندي الشعار يمكن لي ما عجب بعض البعض أيضا ما زلت حد أنت رأيه وأتمنى التفكير فيه إذا لم تبكي العواصم التي أبكت دمشق ستبكي وحدها لابد من أن تضرب العدو أنت خلق ظهره لأن العدو استعمل كل أسليب الحرب القذرة من المشعة ومن القتل ومن الاختصاب ومن جهاد النكاح ومن كل الأضايا القذرة استعملها صار من المضرر على سوريا أن تضرب خلق ظهر العدو واللي بيسمعه وبيعرفه بالعذكر وبالأمن بيعرفه أنا ماذا أقصد ستظل دمشق تبكي وحدها إذا لم تبكي العواصم التي أبكتها وصار لزاما الآن أن يكون العمل حتى خارج الحدود لأننا لسوريا تخد حرب وجود لا مسألة نظام ولا مسألة إصلاحات بما أنك ذكرت الحدود استاذ رفي الحدود مع الأردن والحدود في الجولان السوري المحتل أيضا هناك حديث عن مناطق عازلة الأردن عم ينحكي عن مناطق عازلة داخل أراضي سورية دولة الاحتلال إسرائيل عم تحكي عن أنه ممكن هي تعمل مناطق عازلة أيضا هذا الحديث هو افتراضي حد بشر السوريين بمعلومة يمكن البعض يعرفها من الأجانب والعرب يعرفها في لبنان القوة التي تم تدريبها 3500 اللي كانت بالأردن ودخلت وبدأت تعمل كانت على الأرض بمنطقة درع وغيره يمكن العسكريين اللي عم بسمعوني بيعرفوش عم بحكيه بيعرفوا أن المعلومة تعيها قتل منها 1260 رجل وبالتالي أصيبت بالنكسة والخطة اللي فتحها أوباما عندما تحدث عندما جاء إلى المنطقة وكان المفترض بعد ثلاث أيام من حكي عن تبدأ على الأرض أصيبت بنكسة كبيرة في جنوب سوريا والوضع الآن بمنطقة درع بكرة بتسمعه بعد 4-5 أيام على أنه أفضل كتير وأصيبت بنكسة كبيرة جدا عشان هيك اضطر الأمريكي يقول بلاشنا نفكر بضربات عذكرية مباشرة ويعرف أنه الخطة اللي عملت من شان منطقة درعا وهذا الكلام ليك هنا حبيب قديش نحكي عن المناطق أعزي بأول شي جسر الشغور وبالشمال وبدرعا وحت ببنان بحمص اللي بيعرفوا هلأ سير المعارك اللي عم تبعد هلأ المسلحين في خطة لأربعين كيلو متر حوالين دمشق تطيرها وصورا نروح بالخط شمالا إلى حمص وتعود فرجو شو عمال يصير بمنطقة القصير وأي معارك عن تحتال وكيف سجلت عمليات هروب للعشرات بديش قول للمئات من المسلحين من الجيش الحر إلى لبنان خلال الـ 24 داع الماضي وشو اللي عمال يحتال وصورا إلى مناطق أخرى لذلك أنا ما عرف شو عمال يحكي نحن في معركة التسوية وصل أمر المسلحين إلى آخر يعني الأنفات الأخيرة هلأ المعركة مع جمهة النصرة ومع القاعدة وستأخد منحة آخر وبكرة منشوف الأوروبية شو اللي هيصاب فيه نتيجة هذا التطور اللي حصل على الأرض وجد حاله أمام مأذة كبير أن القاعدة أصبحت على مقرب من شاطئ البحر الأبيض المتوسط وما يجري الآن هناك تبدلات كتير عشان هيك نحن بدنا نواكبها بالصبر والاحتمال وبأنه يضل الالتفاف حول الجيش السوري اللي مثل ما نشايفين وقفة الانشيقاء خاطفي مثل ما نشايفين اليوم تعطيه أكتر وبحب لكم أكتر وليس سر عسكري تلقج الجيش السوري أجهزة الآن صارت بتحدد القضيفة الهون بعد 45 ثانية مصدرة وبتخصفها برب مرتد فورا يعني لاحظت أنت هلأ صار فيه تراجع بدربات الهون خلال من 40 ساعة الماضية لازم نحن نتابع بهذا الأمر ومش ضروري نشوف بس أخبار التلفزيون لحتى نقول هيك التطور عم يتم ولا نظلن أتباع للحرب الافتراضية في وقاع على الأرض أثبت خلال السنتين على أن بطريقة إلى أن تصل بالنهاية إلى فرض ما تريده السوريا وأنا أقول لك ما قد تريده يمكن ما كله يتحق ولكن سوريا من ستحدد خياره سوريا هذا اللي بيسألك عنه استاذ رفيق أذكر الذين يستمعون إلينا الآن في بثنا أرضيا وفضائيا أنا بإمكانكم المشاركة بأسئلتكم وتعليقاتكم عبر صفحة شامفام على الفيسبوك وبالاتصال على رقم 19-23 في الجزء الأخير من هذا اللقاء مع الأستاذ رفيق نصر الله مدير المركز الدولي للإعلام والدراسات استاذ رفيق لقاء بوتين أوباما الذي كان أولا في شباط ثم أصبح في آذار أو كان في آذار لنيسان لحزيران هذا اللقاء هل هو فعلا كما يصوره البعض اليوم هو محور الانفراج في الأزمة السورية إذا اتفق الرجلان على مجموعة من الملفات منها الملف السوري بالتالي نحن أمام حتمية لحل سياسي كما تريده سوريا أم هذا الاتفاق ربما لا يقدم ولا يؤخر ربما لا يتم أساسا أنا لست مع الذين يقولون أن الحل خلال يعني أنا بالنظر عن أي شيء لا القصة بعد انطولة حاولوا الأمريكان والغرب أن يعطوا فرص تهرب من اللقاء القمة لأنه اعتقدوا أنه هناك فرصة والمعلومات كان فيه هناك هجم كبير على دمشق معد الآن كسرها كسرها الجيش السوري وإن كانوا هليك بعضهم عم يرهنوا على إمكانية حصول إرباك كبير في العاصمة لكن انكسرت هذه وشايفين العمليات صارت كانوا عم يحاولوا يعطوا فرصة الآن عمال يلعبوا بجنوب سوريا عم يحاولوا يعملوا أي شيء حتى ياخدوا المفاوض السوري الدول السورية على عكازين إلى التسوية أو أنه اللي ضربها لما عمالي يصير العكس عم تضطر البيت المتحدة الأمريكية إنه لأ بدأت ترجع تروح على المفاوضات ولكن خليني يكون صريح معك اللقاء القمة ما بين فوتين وأوباما ما بينحصر بالملف السوري فقط هناك الملف النواوي الإيراني وهلأ فيه دخل على الخط وضع الكوري وشفنا هلأ الولايات المتحدة عم تطلبنا الصين من روسيا ممارسة الضغوطات على كوريا اللي مبارح حددت بدرب توكيو أيضا فيه عندك الملف الفلسطيني أيضا لأنه كمان فيه مستقبل فلسطيني لأنه الهدف الأساسي لكل هذا المشروع هو يهودية الدولي لإسرائيل وأمنى الاستراتيجي لإسرائيل وعندك الملف اللبناني اللي شفنا هلأ متفضلت بالمقدمة أنت شفنا التداعيات باللي صار لحكومة مئاته وهلأ فيه خديعة كبرى عم بتحاول حكومة تمام اسلام أنه تعمل حكومة تصريف أعمال جديدة قريبه لأربعة عشر أذار لتواكب الرهان والوهم اللي بركبينه عند البعض بأنه خلال هالشهر بدو شير شيء للنظام لذلك فيه ملفات كتيره إلى جانب طبع حرب الطاقة بخلفيات المصالح الروسية الضخمة يعني والله لازم يعرف الشعب السوري هناك أكبر احتياطي للغاز والثروة بأمام الساحل السوري وفي منطقة من الحمص إلى غرب الرقم هذه المنطقة بتدخل من أربعين إلى خمسين مليار دولار سنويا إلى سوريا هذه المنطقة بتضرب الغاز القطري الغاز القطري اللي مش عم يقدر يحقله من جامد إلى سائل لياخده إلى أوروبا كيف بده القطري يطلع من سوريا إلى تركيا إلى أوروبا لتتخلى تركيا عن الأنبوب الإيراني وبالتالي تضمن قطر أنه توصل لأوروبا والرئيس بشار الأسد ونظامه موجود لأنه بده هي تفرض سوريا تتحول سوريا إلى منطقة تعبانة يسيطر عليها المال القطري مثل ما عم يتم التعاطي مع مصر لحتى تستثمر هي الغاز اللي بده يطلع بسوريا مع الغاز العبر شركاتها مع الشركات الأمريكية وبيضل الشعب السوري على رصيف الانتظار مثل ما بيقولوا هذا يجب أن يفهم الشعب السوري لا مسألة نظامه لا مسألة إصلاح ولا ديمقراطية ولا الديمقراطية بليبيا دعا نصف على فرنسا وينه بماله الآن لما فرنسا بده اليورانيوم وهلأ نفس القصة بالشرق لذلك أنا أقول لك في ملفات كثيرة بده تروح على على القمة لكن ما حدا يتوهم أنه بكرة الحل ولا أعدة أسابيع لا بدنا نروح للصف بدنا نروح لكن نحن رايحين رايحين على الأفضل لتثبيق الاقتصاد رغم الجراح اللي موجودة هلأ وسوريا أنا واصف أنه ترجع بتعمر نفسه وترجع بتبني وهذا الشعب العظيم لكن الشعب السوري اللي عم يتحمله لما تحمله أحد نحن بلبنان صحيح خد حروب ضد إسرائيل لكن حجم الانتهاكات والحال الوحشية اللي تمت على الأرض السورية وهيدا التخلف وهيدا النوع من قصة الهمج والبجم اللي بورست على الأرض السورية تحمله الشعب السوري لذلك يعني الآن بمرحلة دقيقة جدا ولكنها تحمل كثير من التفاؤل استاذ رفيق اسمح لي أشرك بعض المداخلات من الفيسبوك وأيضا ربما معنا اتصال أيضا من الفيسبوك تيمو عم يقول استاذ رفيق سوريا تملك أوراق للرد على هذه المؤامرة ومنها الرد على الأعمال الإرهابية بعمليات مماثلة بكل من قطر وسعودية وتركية مثل ما عم يقول بالإضافة لحجد قوات الجيش على الحدود استعدادا لتحرير الجولان هيك عم يقترح شو رأيك؟ انا كنت من الذين قالوا انه الفرص اجت للاحتكاك مع حضوات الجولان من وقت اللي اقيم المخيم مستشد في اثنين اثلاث اذا تتذكروا واحد الشباب قدر يتمكن يفوت على فلسطين المختل دي موقتا انا من وقت الفيارات حصل الاشتباك انا بللك من هلأ كان من المفترض ان تكون هناك رب عسكري على الغارة حتى ولو سقطت الطائرة السورية بالمضادات الاسرائيلية فوق تلالأبيب كلما انت قربت على الامن الاسرائيلي هلأ كلما ستخاف المنطقة كلها انت بتتخيل لو هلأ قرر ان يمتلك الرئيس الاسد الغضب وقرر الدخول بحرب على ما هي سوريا الان مع اسرائيل ستتزلزل المنطقة هاي من الاوراق السياسية لبملكة ما يقال في هذه النقطة استاذ رفي انه كيف ادخل في حرب؟ مع الخارج مع عدوي الخارجي وانا بين ظهراني يعني منهم يعملون على مقاتلتي باقل التقديرات مهما كانت مهما كانت انا بحطة من السوريين القوة يعني هاي القوة الاستراتيجية للجيش السوري المحضرة للدفاع عن سوريا ضد اسرائيل وضد اي غزو غالب ما زالت بخير وسلامة ما تخافوا مش كل الجيش اللي عم يقاتل ومش كل الجيش عم استخدم اسلحات شمتكم بكل اللي عم تشوفوه على الشاشات لو هناك ما زالت في اوراق اذا اراد الرئيس الاسد استخدمه باللحظات الاخيرة ستزلزل المنطقة وما بد تتظل سوريا لحالة عم يلت فاع السمن انا يعني هذا ما املكه هذا ما اعرفه وهذا ما اراه يعني هو الافضل لان كل ما انت تركيا الان حركت الملفات انا ما بدي ضلي غاز تركيا والشعب التركي صديق ما صديق تركيا التي تخوض الحرب وتخوض غزو كامل ضد سوريا ومن المفترض ان تعاطى معها بالكثير من الغضب حتى بالضربات الموجعة جواتها انا هيك فاهم لحتى تعرف عندما تتأذى السياحة التركية والاقتصاد التركي وبتقوم ساعتها شرائح المعارض التركية تقول له اردوغان شو عم تعمل بسوريا ساعتها اردوغان بيفكب بعد العشرة وكذلك الامر عند الحدود الاخرى انا هذا اللي بيفهمه اما التراخي استمرار التراخي مع هؤلاء لا يخدها مني كلمة عندما تراخت سوريا بخمستعش شباط الالفان وخمسة على السعليق اللي طلعوا يصبوا واللي طلعوا يشتموا بالسوريين واللي تعاطوا مع السوريين بعون سورية وطلعوا يشتموا بالنظام بدأت المؤامرة على سوريا وبدأ الحاكي الكبير على سوريا ووصلنا حالنا لهون اليوم نحن في غابة اذا لم تكن ذئبا وانت تملك انياب الذئب ستؤكل ايه انا بقول لك هذا الغاب اللي انا بش عارفه المفترض انه الان انتضرب خلف الظهر هذا المفترض ان نعمله لانه هاي سياسة اسرائيلية نعملت ايفون ابنار قال عن المقاومة وعن سوريا شو قال هذه المرة سنأتيهم من خلف ظهورهم ونزرع سكاكيننا في خواطرهم ونعرف ان هناك من سيساعدنا على ذلك انا علي ان استعمل هذا الاسلوب لاني ارى العالم كله امامي ضدي وانا بحرب خيارات اخيرة انا بحرب وجود انا بحرب تهدد بلدي المفترض ان ارقى بشيء من الغضب اكثر حتى استطيع اه هذا الامر هلأ يمكن الغضب عمالي يترجم بما يقوم به الجيش السوري العظيم على الارض اوكي بفهم هذا الامر ولكن يعني خلي اسمح لي البعض انا اشتاق الى دبلوماسية غاضبة وين هي الدبلوماسية السورية وانا بدي اقول لك وانا اكثر انت سألت اين هو الاعلام الخارجي لسوريا ما حدا يقول لي انو انو ما بنقدر ما حدا يقول لي انو مش قادرين نعمل اعلام خارجي حتى بقلب القاهرة وحتى بلندن وحتى بأوروبا عدم وجود عدم وجود اجوبة على هاي الاسئلة كيف بتفسره استاذ رفي يعني عدم وجود اجوبة على اسئلة مهمة جدا انت والعامين فيه تخصيل عند الخط الافقي يعني الله ساعد واحد اسمه الرئيس بشار الاسد الله ساعده البعض تاركه وحيدا اذهب انت وربك وقاتله خليني احكيك الامور بصراحة بالاعلام وبالسياسة وبالامن كمان وبكل شيء معلش فيه جيش سوريا عظيم عم بيقاتل فيه شعب سوريا رائع ولكن البعض ببعض المواقع بدون يسمحوا لي انا هيدا بدي اولى وخليه كمان سنة لقدام ما بدي اطلع الاعلام السوري بس انا بدي اقوله بجرأة لا يوجد اعلام خارجي لسوريا لا يوجد اعلام خارجي لسوريا ولا يوجد حتى شيء من الاعلام الداخلي اللي يلقى الى حجم الدم اللي عمالي قدمه الشعب السوري والجيش السوري استاذ رفيق بذكر يعني يسمعونا انه بتتواصلوا معنا على الرقم 19 23 او 6 628310 عفوا وايضا عبر صفحتنا على الفيسبوك نتحدث مع الاستاذ رفيق نصر الله رئيس المركز الدولي للاعلام ودراسات الرقم هو 6 628317 هذا الرقم الارضي اذا بتكون تتواصلوا معنا استاذ رفيق العراق ينتظر اذارا بغداديا ما بدأ يحرك في الانبار من اول يوم بهذا النفس الطائفي في العراق يعني خلينا ارجع لك للمشروع طبع خريطة الشرق الاوسط الجديد انت الخطة بعد احتيار رفيق الحريري وانتحاب الجيش السوري ان يكون هناك انقلاب ومحاولة احتيار للرئيس ومن ثم العمل على احتيار سوريا وتقوم هناك منطقة وسطة زيط طابع طائفي معين كانت تسلم للاخوان المسلمين ومنطقة العضوية بمنطقة الانبار بوسط العراق اللي كان عادي تقسم كردي سن شيعي وانه منقسم سوريا منطقة علوية ومنطقة كردية ومنطقة كردية بجبل العرب ومناطق اخرى ومخليهم يتقاطلوا ببعضهم وانه لبنان منحوله الى اربع فدراليات ومن ثم نتوجه الى شمال افريقه هذا الكلام كنا نحكيه بالالسان واربع ما كان حدثته لاحظ انت الاستخدامات اليوم لثقافة الاقليات على الخريطة اللي منها الموضوع العراقي اللي لما ما قدروا انه يسبتوا مناطق لما قدروا انتصارات كبيرة حقيقية على النظام في سوريا عمال يحاول انه يدربوا بالخاصرة الشرقية بحيث انت تلعب منطقة الانبار ببعد المذهبة وتمتد عضويا الى محيط دماشق وصولا الى الرئة ودير الزور وكل هادا كل هاي المنطقة هاي ضمن عمليات كيهة اللي عم تتم هاي اللي عم ينشط فيها التركي واللي عم ينشط فيها الاسبائيلي واللي هي تستند الى ثقافة الشرق الاوسط الجديد المشروع وهاي اللي اضغط على الحكومة المالكة اللي اخدت مواقف رافضة الى ما خامت به الجامعة الدول العربية وما تريده واشنطن وغيره وشو بدك بمسألة تفتيش للطائرات الايرانية ومغير بس دي لا في موقف كبير وهناك كمان ما انت يعرف وانا قلتلك بالحلقة حطللي عشر زيوحة حمر هناك حيث ما فيه الساحة العراقية عم يتطلع بكثير من الحمر حياله استمرار مخطط اثقاد دمشق وهذا الشيء ما تحرك بلحظة ما اذا ما كان هناك خطط لكن تجاوزناه يعني اللي خطط للعبة بيعرف انه فيه اماكن اخرى اذا هو فعلا بده ضر رايح للاخر بس خط دمشق سوف تتحرك ومتفلت من ايده لذلك انه حاولوا يلعبوا هاي لعبة الوضع المذهبه المعين بمنطقة الامبار تماما متبع بلعب عصيح لبنين بشغل ترابلوس وبيطلع لك مشايخ مرتزقة جدا اسمح لي استاذ رفيق رح ارجع لموضوع لبنان بسمعي اتصالات واخرناهن مساء الخير اهلا وسهلا تفضلي انا الزاحث الاجتماعي ساري ريوب طبعا انا عم تسمع لالكم لهالحلقة رائعة نحن كنا منتظرين من الزمان نشوف طلط الاستاذ رفيق اللي هو صحي غايب جسديا عننا بس هو بقلوب السوريين كلنا لانه ما نسوا قديش وقف معنا ببداية الازمة وعطانا دفع معنوي ونفسي لكل الناس يعني هو ساهم بصراحة بكتير نشر راحة للشعب السوري ببداية الازمة اللي كان في تخبط كتير والعالم معرفاني شو عم بيصير فانا معك مية بالمية ومو بس الشهيد اللي بعتلك هالوثام الرائع اللي نحنا محطوه الوثام على صدورنا كلياتنا نحنا كمان منهديك شهاداتنا العلمية وكل شيء حصلنا عليه لانك انت فعلا انسان من الشرفاء اللي فعلا بيتحقوا التقدير كتير وفي نواحي حكيت فيها انه فعلا فيه تقصير فعلا نحنا معك وكدور الاعلام قصة لازم ناس متل ما عم تحكي تشتغل بقوة على الارض لانه نحنا ما بدنا نفرجي الناس انه نحنا عم نبكي نحنا الحقيقة الحقيقة هي اللي الواقعية انه بعد ما بيصير تفجير او بعد هي التسمع حكي الناس انا كبحث اجتماعي بلاقي الناس لأ نحنا رح نصمد اكتر لانه هذا العدو شرف وعم يستخدم كل وسائل ضدنا نحنا يعني بمعنى بالعامية بالجكر فيه انا عم نقلك الكلام شو عم تكون رد بفعل الناس بالشارع وقت اللي عم بيصير شيء انه نحنا صاندين اكتر رح نضل وقفين اكتر اه وان شاء الله الازمة ما في ازمة بتمر الا ما بعد الفرج يعني الانسان بس لو سمحتي حرصا على الوقت اذا عندك سؤال لو سمحتي اعذريني الحقيقة انا بس حبيت اني وجه له شكر للاستاذ رفي ونحنا معه بالكلام اللي عم يحكي ومنتمنى انه كمان يشرفنا ونشوفه اذا الله راد باقرب وقت بسوريا ونعيش لحظة الناصر نحن وياه شكرا شكرا لا اتصالك اتصالاتكم واجه لك الشكر جزيري وانا قلبي وروحي واجداني بسوريا ونحن معان ونحن بخندق واحد وانا ابن اهال قضي وان شاء الله بإذن الله هنحتفل بساحة الامويين كلنا وبشعلة نصر كبيري ستكون على اعلى مكان في القاسيون انا واثق حاسس اني شايفه هيدا المشهد بس بده شوية تحمل الامور وان شاء الله منتصال شكرا لك اذا كان اتصالاتكم على استاذ رفيق لبنان قيل مما سمعناه عن تشكيل هذه الحكومة في لبنان انها كلمة سرق من طهران والرياض الى اي مدى هذا صحيح لا اتصور هذا الامر بهذا الجسم ممكن يكون في نوع من المناورة بدون مختصحة من الطرفين يعني رموا هن ورقة نجيب مئاتي بالاستقال كي يحشروا حزب الله ويحشروا يمكن الموقف خط الممانعة سواء الموقف السوري او الايراني او اي شيء لكن الطرف الممانعة لعب اوكي قالوا انتابوا اوكي اتضلوا يلا بتوافق تاولا حتى لشكل حكومي هلأ بلشت المعرك الحقيقي وبلشت الانياب تظهر وبلشنا وانا من الناس اللي كنت عم حذر يعني انه انتبهوا هناك كمين ومخطط لالها انه منجيب حكومة ما بتنال استقال المجلس النيابي بتقوم بتصريف الاعمال وهي بدت واكب الريهامات والاوهام المعلقة على المشهد السوري اه وبذلك بيكونوا بيعدوا عدنا منصورة عن الخارجية مثلا بيكونوا بيعدوا بعض المواقف اللي كانت هاي الحكومة على الحد الادنى ما زالت بعدها عم تحافظ على وطيرتها تحت عنوان النعيب النفس تحت عنوان اخرى هدي كلها مش مشكلة لكن انا غير واثق بما يتم الان على الساحة اللبنانية اللي تحضرت فيها البيئة لإقامة فتنة كلمة السر الان لم تأتي هلأ في نوع من استاتيكو انه وخليكن هاك ما حدا يفجر الساحة الامريكاني ما بدو هلا يفجر لانه ناطر مشهد دمشق ولكن انا يعني متخوف من انه بلحظة ما قد يكون هناك حاجة لان تتحول الساحة اللبنانية الى ايضا رصيف للاحتمالات وبالتالي بدت تكون نقطة ضعف لكن اللي انا مرتح له هو التطورات الميدانية من نطقة الزبداني الى حمص الى ملاطق اخرى قرب الحدود وايضا الى يمكن الصلاة الداخلية لخط الممالع مهما كانت الاخبار السياسية انا مطمئن لانه ايضا نحن سنقود حرب وجود يعني ما حد يتعطى معنا بانه بيقدروا يفرضوا علينا وقاع على الارض كمان بالنهاية نحن نستعد لحرب وجود سواء باتجاه مواجهة الاسرائيلي او مواجهة الاسرائيلية الداخل لذلك يعني طبعا الساحة اللبنانية ارادوها ان تكون منصة اطلاق ضد سوريا وهي احد المسارب للاسلحة هي اليوم بالشمال هي خط الدفاع الخلفي للمسلحين منطقة الشمال تحولت الى نوع من قندهار كانت حكومة مئاتي عجزة عن انها تفعل اي شيء وحتى الان الجيش الحرية تحرك بحرية كامبي بترابلوس وهون كمان بدك تسأل انت عن الامن الخارجي ايضا لماذا لم يستخدم يعني سوريا ليش بده تخلي اطرافها قلقة ومقلقة بهذه الطريقة كان محترض يكون التصرف غير هيك سواء على حدود لبنان او العراق او تركيا او الاردن او اي مكان اخر اليوم الولايات المتحدي بتخطي الدفاة معها بتوكيو اليوم الولايات المتحدي بتروح افغانستان بتقول لي ان مصالحي وامني يعني بتروح افغانستان فمبررا لسوريا تروح وما بده اذا لقيت ان هناك من يتحدث تقول لي اليوم ان تركيا لا تغزو سوريا تركيا تغزو سوريا وتشن حرب كامل عليها اسمح لي بس واقف معها السؤال اسمح لي بس واقف معها السؤال وثقافتنا السياسية ليست بمستوى ما تقوم به تركيا ضد سوريا اذا لقيتها بصراحة اسمح لي بس واقف معها السؤال من بسام جعفر على صفحتنا على الفيسبوك انا يقول انا تعتقد ان كل دول العالم اصدقاء واعداء استفادوا من الازمة السورية بما في ذلك روسيا والصين وايران وان الخاسر الوحيد في هذه الحرب هي الدولة السورية والشعب السوري معلومات عم يقول هل لديك معلومات عن كمية الاسلحة التي باعها الروس والصينيون والمانيا وفرنسا خلال هذه الازمة انا اتمنى من كل الاخوان انه ما يشككوا خلق مع وقت التشكيك لا بالروسي ولا بالايراني ولا ببعض الفلفاء ليس كل ما يعرف يقال ما تشككوا لوم الموقف الروسي نحنا كنا بغير محل خليني يكون صريح ولوم الموقف الصيني شو بد تبيع روس سوريا هلا يعني شو اليوم الجوم روسيا عم تشتغل بمئات ومليارات واصبحت هلا عم تستعيد دورة شو بد تستفيد من سوريا يعني يا غير اليوم في مصلحة روسية اي من غير شك مرتبطة استراتيجيا مع سوريا يعني نحو عالم جديد من اجل استعادة قوتها ونحنا كمان عندما تستعيد روسيا قوتها ويصير هناك توازن عالمي نحتمي بهذا التوازن اساسا ما سقطت كل هذه المنظومة اللي كانت قائمة الا عندما سقط الاتحاد السوفيتي وفقتنا الداعم نحنا لها لذلك هلا ما وقتها ان نظل نحنا نحكي عاطفة ومع احترامي للسؤال نقول روسيا والصين شو بد تستفيد الصين اللي عاملي اللي الها اثنين يعني الها الفين مليار دولار ديون على امريكا بالاقتصاد الامريكي شو بدها من سوريا هي مثلا هي تشتغل بالسودان ب 23 مليار دولار استثمارات شو بدها تبيع السياح لسوريا او اي حدا وايضا حتى ايران معلش انا قلتلك ليس كل ما يعرف يقال مين اللي عم يغزي هلا اقتصاديا وغير اقتصاديا المهم الان انه ما نشكك بخطنا ما نقعد نشكك بالعكس هذا مصدر قوة الروسي والصيني والدول الاخرى بامريكا اللاتينية والبرازيل وجنوب افريقا وغيره نحن لازم نعزز معسكرنا ما نشكك فيه ما نحاول نظلنا نحن ضحايا لهذه الشاشات الافتراضية اللي عم تشكك بهذا العمل شو يعني وزول الاخرى الروسي بتاعكم شو يعني الاخرى الروسي بترتوس البنياز شو طبيعة السفن الموجودة هادي خط دفاع اول ضد اي محاولة غربيه للهجوم يعني معلش ايه هاي السفن عندها رصد العسكري يصل شعاعه الى 800 كيلو متر يعني الى بحر الاحمر يعني اذا فيه اي شي عندها استشعار هادي السفن هلا بابتحكي عسكريا بس نحن لازم نقدر حجم بيّنوا انداش هني اصدقاء بيّنوا هني هلا اللهم صالحهم الاستراتيجية من غير شك سوريا دفعت ثمن مؤلم اه اه صحيح ولكن سوريا اليوم تدافع عن جغرافيتها القلقة سوريا هي في نصف هذا العالم سوريا على كتف القضية الفلطينية سوريا حد العراق وسوريا جنوب تركية اللي طامعة انها ترجع تجيه سوريا هي بقلب ثقافات التحولات الكبيرة الفكرية والجو سياسية والاستراتيجية سيد رفيق اعذرني عم اعطعك اعذرني عم اعطعك بس كمان معي انت اتصال وما بنا نتأخر عليه مسال خير اهلا مسال خير اهلا مسال خير تفضل اهلا وسهلا اهلا وسهلا بشار لفرحات معافة اهلا يا بشار تفضل ممكن سؤالين انه بس صغار تفضل ممكن نسأل سيد رفيق هلا يعتقد انه اميركا واسرائيل تعيد سايكو سبيكو القديم بغاغم اخر سؤال الثاني هل يعتقد انه كورة ديمقراطية ممكن تهجم على اه على المخطط سايكو سبيكو على الاقل وضعنا في دوها ووضع مجموعات طائفية متنوعة واجد فترة سوريا كانت دولة علمانية يعني لديه النسيج ولبنان وايضا وغيره الان المقص والسكين هو للخرائط الضيقة لكل مذهب خريطة ضعيفة ولكل يمكن عشيرة ولكل طائفي وعم نستعمل سلاح الدين والكل عم يستخدم الله كل واحد ناخد وكأنه وكالي عن الله يا محلة سايكو سبيكو هلأ حنلاقي لو كان نجح المشروع حنلاقي ارحم يعني حدا يتخيل مصر لوان رايحة هلأ طولوا بالكم شوية يشوفوا الاقباط بعد شوية تشوفوا اهل بدوا سينة بدون يقصموا وشوفوا هلأ العشائر قال بجنوب الصعيد بلش تفكر مثلا اهل بور سعيد قال لك احنا غير اهل القاهرة شوفوا بكرة كيف يعني يا محلة سايكو سبيكو اللي اللي بدكم في ارحم اما من شين كوريا انا ممتطور ان تذهب الى يعني ترفع وطيرتها للاخر وهيذا بيرضى سيني روسي وعم بيقول له لالامريكي انا بعمل لك قلق وهناك ايضا لازم نعرف شغلي السياسي الجديدي لخلال العشر سنوات القادمة للولايات المتحدة الامريكية للكونغرس ووالي المجلس القومي وغيره اذهب الى المحيط الهادئ وجنوب اسيا لان هناك المصالح الكبرى لاش بدون طوق الصين اللي بعد عشر سنين بتكون سياتر على كل اقتصاد العالم عشان هيك كل الانظار اللي هونيك ايش في هذه الحالة الكورية لحتى تثير الغبار اذا صح التعبيره لكن لا اتصور انها تصل الى الحرب يعني هي تصل الى حافة الهاوية بكل العمال نشوفه وهلا اذا وصلت لحافة الحرب بيكون يعني الله بيحبنا يعني بيكون الله انقلتنا يمكن ساعتها فلتشتع للكرة الارضية وساعتها مثل ما على الرئيس الاسد فليكن الزلزال بس انا ما شايف هراح على الحرب يعني الا بيرفع سعر كوريا بده تفرض وقاع لانه فرضين عليها حصار يعني ليك الفرق نحن بينه وبينه وبينه الايرانية كوريا متقدمة صناعيا جائعة سوريا شبعانة كانت بحاجة للتقدم الصناعي ايران عنده شبع داخلي وعنده وعنده صناعة عشان هيك ما تأثرت كتير بالحصار يعني يشوف كيف المفارقة لذلك هلا كوريا بده تفرض وقاع معينة بس معنا كمان اتصال الو الو السلام عليكم عليكم السلام معي كيفك اخي اهلا وسهلا اهلا مالك احمد تفضل يا مالك منقول السلام عليكم السلام على ضيفك العزيز ومنقول السلام على اروح شهداء سوريا من الجيش والامن والمدنيين شرفاء والسفاء العاجل ان شاء الله لكل الجرحة سلطان اخي كما تشرق الشمس وتغيب سنسحق جماجم هؤلاء الغربان تحت اقدام جيش الله جيش سوريا جيش القائد بشار الاسد الذي لطالما تمنوا على القائد العربي والزعيم الوحي في الوطن العربي ان يحني رأسه ولكن خسئتم وايهات من نزل الله واقول لجوالاء والعملاء في هذا البيت القصير يا رصاص ياللي جاي صوب رقابنا نحن رجال الاسد والموت هو يهادنا نحن الفتحنا للكرام بوابنا وسكرنا باب الخوف فوق اترابنا سلم على ارض البطولي والتداء كتبناها نحن عطول المدار ماهر نار لمن اعتداء ولا شافش علي جمع نحتداء بس لو سمحت عندك سؤال والله ما انا ايك انا احد قضاء المسلح اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك شكراين كتير اليك بس يا ريت اذا في اسئلة ممكن تشاركونا فيها على رقم 628317 متل ما عم تشاركو باسئلة عبر الفيسبوك في مجموعة من الاسئلة الكتيرة في تركيز كبير على صفحتنا هلا باللي عم يشاركو حول موضوع غيابك عن الاعلام يعني وانحنا كنا حكينا بهذا الموضوع ان شاء الله ان شاء الله انا قريبا جدا 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 متل ما هلأ يعني اهل زعب طبيعي تكون اللي بحبه وصديقي الاختسام وكذا قريبا جدا نكون على احدى فضائيات السورية وانا لتلك من اول حلقة يعني انا دمشق بالنسبة للي هي اخر خياراتي واخر شهاتي وهي انتمائي وهي هي القميص اللي بنبتدي واذا خلعناها سوف نتعرق انا ان شاء الله قريبا جدا بكون وانا باعتبر حالي باين موقع سواء انا الا بطلع من من لبنان على اي شيشي وكذا باعتبر حالي انا موجود في خمضق امامي لذلك اذن الله قريبا جدا بكون موجود على احدى الفضائيات استاذ رفيق انا معي الان عبر الهاتف مباشرة والد الشهيد الرائد الطيار رامي محمد مرشد مرحبا مرحبا ونحن حضرتك والد شهيد مرحبا بفتخر بشهادته بفتخر بضيفك وبفتخر بوطنك وانا عندي سبع شباب بعد وفاة الطيار الله يرحمه التحقوا اتنين بالدفاع الوطني نحن في لا الوطن نحن اصحاب قضية نحن متمسكين بوطننا بخلاقنا بتربيتنا وبشكل رفيق مصر الله ونحن كلنا بنعشق كلامه بنحبه بنعشقه وانا الفخر الى الفخر انه ابني مرتبط فيه وكان نعتز بحزب الله كلنا وبجهاد وفي سبيل الوطن الشهيد شو اوصى نعم اتفضل استاذ رفيق بدك تسمحلي يعني قل له لوالد الشهيد ان يسمحلي اني قبل ايده وجبينه وان شاء الله قريبا انا قل الفخر احكي معك انا انت كبير وابن كبير انا احنا ضغار كتير قدام استجهاده انا يعني بتمنى اني اجي قبل يدك وقبل جبينك وبيكفي انك انت والد لبطل احد ابطال سوريا انا اولادي اتنين التحق وخالد ينتركوا عمل انه التحقوا بالدفاع الوطني الله يحميلك ياهون وانا ابني كان استراحه مرضي اذا بتسأل عنه كان استراحه مرضي خطعت استراحته المرضي وستشهد بسبيل الوطني نعم انا عرفت هذا الامر انه اجا طلب وترك جيزته اجا انا انا بعرف الموضوع كله اخلي بابا بدي يشتغل وانا اللي فخر انه اسمعت صوتك وكانت فخري فخري الكبير انه حداك اللي اوسيمي ولانه بتستهل كتير انت نحنا نحنا اللي بنتشرف فيك ونحنا اللي مثلك هني ومثل اولادك ومثل شهيد هني اللي حيصنعه سوريا ونحنا منتصرين رغم كل الدم رغم هذا الاستشاد وان شاء الله حيفرح وهو في ضريحي بان سوريا انتصرت وهو مثل ما هو فرحان بوجود اب مثلك هو اب شهيد عظيم انت انت الاب السوري الرائع اللي اللي نحنا بنعتمد عليه واللي واللي ربه ويا ريف نحنا نستشهدنا بين ايديكم لحظة دائما نأكد على انه رسالتنا وحدة وانا برجع بقلك كم اطوق الان لان اقبل يدك وجبينك وعاجز عن الكلام امان الله يخلي ليك الله يحني الوطن وانهي على خير وان شاء الله فارجال تحني البلد والوطن ونحنا كلنا في ذا الوطن شكرا الله يسعد مساءك شكرا لاتصالك والد والد الشهيد الرائد الطيار رامي محمد مرشد الذي نذكر انه اهدى الرتبة والاوسمة لضيفنا الاستاذ رفيق نصر الله رئيس المركز الدولي للاعلام والدراسات في هذا اللقاء الخاص نتابع بقية معنا دقائق قليلة استاذ رفيق تحديدا ربما ثلاث دقائق بقية معنا كان هناك محاول ربما يجب ان نسمع منك اكثر عنها لكن دعني اختم بهذه النقطة دائما الناس السوريين ينتظرون مواعيد وهناك من يعطيهم مواعيد هناك من اليوم يعطي مواعيد كانت سابقا في اذار كان من يتحدث عن نيسان الان من يتحدث عن حزيران قلت لنا اثناء هذا اللقاء بان الامر ربما للصيف ربما من العبث اساسا ان ننتظر بعد عمل المواعيد المواعيد الان على الارض ويحددها الجيش السوري ويحددها الشعب السوري بصبره ونضاله احنا بمعركة للاخر للاخر لا يوجد مساومة في هذه للعدو هدف اخير هو الوصول الى الرئيس بشار الاسد وهو الوصول الى انهيار سوريا وتدميرها وتفتيتها وبالمقابل سوريا بشعبها وبجيشها وبقواها وبتاريخها وبحضرتها وبشمبيكة وبالياسامين تبعها وبقاسيون تبعها وبكل ما تعنيه في هذا التاريخ تدافع عنه لانها تعرف البديل هو الانهيار احنا رحلين على الاخر لا حدا يحدد مواعيد ولا حدا يقول انه والله بكرة وبعد بكرة وجمعة الشاي نحن في معركة ما زلنا في غيمارها ولكن اللي هلأ بدنا نحن نصف قد للاتصال مع الاستاذ رفيق نصر الله يحدث هنا من بيروت بالاثناء اتوقف مع بعض ما ارسلتموه على الفيسبوك في راس يقول بيسأل عن سبب تخاذل وخجل معظم خلفاء سوريا عن الاعلان عن مساعدتهم للنظام واللعب ضد النظام ايضا هناك سؤال من غانو الله يحمي الاستاذ رفي انت ميلاد الشعف يعود معنا اذا الاستاذ رفي عبر الهاتف تفضل وكل الدمار سوريا حتى تتصر قريبا انه شايفين كل هذه الحرب كل هذه المؤامرة سوف تترنح بعد قليل هلأ ما ناخد توئيد ولا حدا يقلنا توئيد ولا الراهن فقط بد يكون عنا امتلاك ثقافة المواجهة هناك حرب كاملة تحتاج مننا الى مواجهة كاملة حتى لو كان عدد الشداء يصل الى مائة الف او مائة الف تستحق سوريا التضحي تستحق سوريا انه دافعنا تستحق سوريا كل هذا الدم تستحق سوريا لانه فعلا لا يليق بالانسان الا انه يكون سوريا وهلأ سوريا هي اللي عم ترسم الخرائط الجديدة وبكرا منذكر بعد ان شاء الله اذا بقينا احياء عندما نحتفل بالناصر لما حتشوفه الارتدابات نتيجة الانتصار سدقوني اثناء ال 56 جمال عبد الناصر محاطر شكلوا حكومة مؤقتة احتروا فيل الناصر تتقبسين نفس الشي وعملوا وطلعوا نزلوا وانتصر عبد الناصر وما كانش معه الا كان بارودة عندما نزل على جامعة الازهر وخطب خطابه الشهير وقال انا حتش وقاتله ببورت عيد وبالقامات ومن مكان ومن ثم رسمت خريطة جديدة للشرق الاوسط وقامت الوحدة بين مصر و سوريا واصبحت مصر دولي كبير وشفنا نحن العالم العربي شو اللي حصل نحن الان نصنع خرائط جديدة مثل ما هني يريدون فرض الخرائط الجديدة نحن نحن عمنا نقاتل مشان سوريا العلمانية سوريا العربي سوريا القومية العربي سوريا سوريا اللي باقتصادها وسوريا اللي اللي باخارج القيد الطائفة سوريا اللي طول عمرها بلد الامان والاستقرار سوف تعود مهما كان وهم يريدون فينا ان نعود الى 1400 سنة يا محلى زمن المماليك امام المشاهد اللي عم نشوفها يا محلى كل كل مراحل الظلمات اللي كانت بالتاريخ الاسلامي والعربي امامنا نراه ولكن سوف تنتصر سوريا اللي حترجع يا احبائي يا ابناء الشعب السوري بعد الشمس عم تطلع من الشرق وبعده قاسيوم محله وبعده الياسمين عم يطلع وبعد الناس الحلوة عم تنزل وبعد الشرفات متل ما هي وبعد تكون احلى الناس وحتشوفوا بعد قليل انه انتوا احسن الناس في هذا الشرق الارعن وحتشوفوا انه هذا العراء العربي اللي تآمن سوف يسقط عند اقدام سوريا وسوف يسقط هؤلاء اصحاب الدقون المسبوغة يخشون المطر ونحن المطر القادم نحن المطر القادم وحتستو انكن انتم المطر القادم شكرا جزيلا لك ساذ رفيق نصر الله رئيس المركز الدولي لاعلام والدراسات كنت ضيفا في هذا اللقاء الخاص شكرا جزيلا شكرا لكم شكرا جزيلا كما نشكر كل من ساهم في المشاركة سواء بالسؤال او التعليق عبر صفحة شامف ام او عبر الاتصال عبر صفحتنا على الفيسبوك قدمت هذا اللقاء قصي عمامة شكرا لزملاء في غرفة التحرير شكرا لماهر مونس وتمام جريعة وحسام العاتكي وهذه تحيات المخرج باسل دمتم بخير